طب ايه رعاك عسل حسن هل في مرة مثلا وانت على الهوى معلش يعني اجيب اولاد حضرتك والمحيطين بيك ومنك انت دايما بتقعد مع الشباب حد قالك ما تعمل قصف جابها كده حلو ما تعمل الحاجات اللي بتجيب تريند ديت ما تقول جملة كده حلوة من الناس بتحبها ديت طبس الناس بتحب دلوقتي الاغنية الخفيفة مش عايزة الاغنية الجدة هل حد لعف من مائك قبل كده هل انت نفسك فكرت في حاجة زي كده تمو خلاص يا ماما والسهل ايه اقولكو نهاردة الاهلي كان زي مش عارف ايه والزمالك كان زي مش عارف ايه والحاجات دي اللي بتجيب من غير بقى لما تقول تفاهم لا قصف انا يعني وانا قلت ابلي كده الحقيقة يعني يعني النقد العنيف اللي انا عملته للاهلي والزمالك اللي هم ما حادش بيضر يارب لهم دلوقتي كلام بواضح ايو حدش يضر يارب لهم حدش يضر يارب لهم يعني انت تنتقد انا بنتقد الاهلي والزمالك مثلا بس أنا عارف أن أنا لما انتقد دلوقتي أنا بخاطب جيل مختلف عن الجيل اللي كنت بخاطبه من سنين فأنا انتقدت الأهلي والزمالك نقد عنيف جدا من سنين طويلة وكان فيها شخصيات مرعبة في الأهلي والزمالك صحية صالح سليم حسن حلمي نور الدالي يعني ناس كبار يعني وشخصيات عظيمة جدا وكنت منتقد نقد عنيف جدا ولو قلت لأنا كتبته في الأهرام دلوقتي يقول لك إزاي عملت كده بتكره الأهلي وبتكره الزمالك لا لا إزاي وأنت تسيري التعصب وأنت تسيري أنا مش عايز أقول لك مثلا النمازج لأن أنا لو قلت نمازج عن الأهلي لازم أقول لك عن الزمالك عشان في ناس هتاخد كلامي أن أنا على طول دلوقتي ما هذا الزمن بعد أنا أقول لك العلون هيبقى إيه؟ أنا أقول لك بمبداياك العلون إيه؟ أه طبعا أساس حسن المستكوي يهاجم النادي لأهلي قبل ممارات نهاية دولة أبطلاف لك طبعا على طول أس شوف أنا بنحكي فيه؟ ولبأتكلم على حاجة من 30 سنة يعني مش نعمل نجري وراها دي مش ممكن يعني صعب جدا بس أنا مقدر ده أنا فاهم من ده أنا فاهم من ده أنا فاهم من دلوقتي فيه شباب كتير تطلعوا أعماره يعني بالمعنى الواسع للشباب سن 13-14 سنة لسن 30-40 سنة مثلا يعني صحية في كل واحد معه جورنان صفحة على تويتر أو في الفيسبوك وعايزوا الرأيه بقى مشارك غير زمان كان متلقي بس طبعا أنا هو مشارك طبعا بقى بيتلقى لا دلوقتي بقى ده مشارك فبيوا الرأيه فبيتصور أحيانا إن نقد الناقد ده يعني شجاعة أو يعني يعني إنما أنت في النهاية تحترم الجمهور بتاعت أي أن كان الجمهور قارئ أو مشاهد أو مستمع مسألة دي مهمة جدا تحترم زكاؤه تحترم طريقة تفكيره تحترم أراءه وأنا مستعد تعرف حد اللي اختلف معايا برد عليه وتناقش معايا ما يهمنيش اختلف زي ما أنت عايز بجد يعني لكن تسيق لي أنا اللساني طويل على فكرة يعني ما بيهمنيش طبعا بس بس بيه فرق إنك أنت بقيت شخصية عامة ما ينفعش الشخصية العامة تخش في وصلة سباب أو إساءات يعني لهذا غير مقبول على الإطلاق يعني أسأل حاجة يعني أقوله مع السلامة ما تبقى يعني ما نتبقاش لا فرند ولا فلورز يعني اللي بيسموها البلوك آه البلوك يعني عشاني ونعرف أنت شعيح في الكصة دي قوي آه طبعا يعني أنت يعني يوم ما تعمل واحد بلوك دا اللي هو واحد تجوز تجوز مش طبيعي بس والحمد لله آه يعني 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 حتى كمان ما طول ما انت بتحترم الناس آه تحترم الناس بمعنى ده مش كلام تليفزيون وحنا في تليفزيون طبعا طيب ده مش كلام تليفزيون طبعا ما أنا واخد بالي آه دي حقيقة آه طول ما انت بتحترم الناس الناس هتحترمك آه يعني الاحترام دا دا دايرة بقى واسعة جدا بقى آه أنا بتكلم على الإعلام كمان يعني الإعلام دا أي إعلامي لازم هو يخاطب هو يخاطب الرأي العام دي حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا لازم يكون الخطاب بتاعك فيه ثقافة وفيه لغة وفيه كلمة بتختارها وفيه طريق كلام تونسوت وشي تونسوت فيه فيه ألفة وفيه صداقة وفيه صدق صحيح حاجات دي هو بيحس بيها المشاهد على طول المشاهد والمستمع والكاتب والقارئ وكل حاجة على طول بيحس انت كاتب من قلبك بتتكلم من قلبك ولا لأ آه عندك حاجة تقولها ولا عندكش حاجة ولا أي كلام هو مش بص ملو الهوى دا كلمة خطر جدا وصعبة جدا مفيش حاجة اسمها ملو هوى ملو اللي بيملي هوى دا يعني بلونة بنفخة وخلاص وحتطرع في الآخر أيوة لكن مفيش حاجة اسمها ملو هوى آه لأ فيه اكتهاد وفيه تعب فيه اكتهاد وتعب وشغل وجديد واحترام للناس واحترام للمشاهد واحترام لل الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا يعني استفادة العظيمة من كل كلمة من أستاذ حسن بشكلها بحب اللقاء دا شكرا أنا أعتقد أن أستاذ حسن حتى أنا عارف أن أنا بغضو شوية في أمور بس عارف بحس أن أبكل يعني الحوار لاي أنا بشكل شخصي أنا متأكد لا لا والله دا صحيح يعني الحاجات بتبقى أستاذ حسن دايما متسابة ودايما أنا أقول لنفسي وأقول للناس اللي حولي ولما يبقى فيه أسدزة زي حضرتك أنه ما هو دول الأسدزة دلوقتي أنه أحيانا الناس بتتوه يعني تتكلم حد يقول لك إيه بعض الشخصيات يقول لك إيه يا عمو ها دا اللي بيجيب مع الناس الكلمة الشهيرة دي دا اللي بيجيب مع الناس دا اللي أنا باخد فلوس بساوه لما أعمل حركتين دول فيصبح المجتمع بدون قصد أنه كله بيجري ورا الفكرة دي إلعب ترينت خد فلوس كتير فأنت كده شاطر وبيتقال إيه النجم الكبير الشاطر عشان هو ليه فلورز كتير لا بص يعني أنت لو عايز تبقى ليك فلورز كتير ممكن 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 تهجس كتير فهيبقى ليك فلورز كتير ليه عشان يتحقوا عليك يعني مش مش مصدقينك يعني بس بيتسلوا بيك لكن ممكن يبقى ليك فلورز كتير برضو نسبيا يعني لو أنت بتقول حاجة مفيدة حاجة كويسة حاجة فيها اجتهاد وشغل وتعب آه فيها تعب حاجة حلوة بتبسطهم معلومات مهمة يعني يعني تعرف أنا يعني كل يوم مثلا بلاقي شوية معلومات قد كده بيبقى نفسي أحطها على صفحتي يعني أي معلومة على فكرة مش مش رياضة بس الناس تستفيد آه أنا استفدت منها لما شفتها فعايز الناس كمان تشوف آه الناس تستفيد يعني يعني أنا بشوف أن الواحد يعرف الناس يعني دي حاجة حلوة جدا يعني يعني حاجة جميلة حاجة مفيدة يعني أن كده يتعرفهم خشو